السلام عليكم هذا الفيديو اول فيديو في مادة IENX-2215 Electronic Circus Troubleshooting سنتكلم في البداية عن اشياء عامة في المادة بعد ان ندخل فيها بشويش اول حاجة درجات توزيعها زي ما انتعارفين في Q1 و Midterm Q2 Final في الاسابيع الموجودة على الشاشة Q1 علي 10 درجات Q2 10 درجات وال Midterm 30 وال Final 50 الحضور والغياب برضو زي ما انتعارفين لما تتأخر دقيقة نحطك ليت 5 دقائق او اكثر Absent 3 ليت تعطيك 1 Absent او تتحول الى 1 Absent واذا تغيب اكثر من سبعين اللي هي 13 ساعة تاخذ DN بسبب الظروف الحالية زي ما انتعارفين انتو هتحضرون ساعتين الى ثلاث ساعات في الورشة فلما تغيب الساعتين او ثلاث هذي هتحسب لك 6 ساعة فانتبه من هالنقطة طيب كيف بتمشي الدورة هذي او المادة هذي بالنسبة لي انا بحط فيديو في بداية كل اسبوع اشرح فيه المادة بعدين حكون فيه اختبار صغير وبسيط قبل ما تجي للحصة الهدف من الاختبار ان يكون عندكم حافز ان تشوفون الفيديو قبل ما تجون للعملي لان لما نجي للورشة بيكون فيه عملي بس او افضل ان يكون فيه عملي اكثر من النظرية اي اسئلة بالنسبة للمادة سواء اسئلة لها علاقة بالشرح او اسئلة عامة اسألها في الكلاس لبن تقابل مع بعض او بتقدر اسألها في ديسكور اذا هتسأل في ديسكور اسأل في القروب العام لا ترسلي اسئلة خاصة الا اذا كان عندك فعلا شي خاص يعني اذا بتناقشني في الدرجة مثلا او بتناقشني في شي يتعلق فيك خصوصا ارسلي في الخاص مو مشكلة طيب ندخل في المادة المادة هذي هي تكملة للأشياء اللي خدتوها في مادة الالكترونيك سيركتز وتكملها للجزء الثاني في الالكترونيك سيركتز اللي يتعلق بالديجيتل براكتكل في المادة هذي ما يعتبر شي جديد لانك مسوتوه في الالكترونيك سيركتز بس الهدف مننا ان نعلمك كيف توصل وكيف تحلل وكيف تصلح دوائر كبيرة ومعاقدة فهذا الهدف من العمل يعني المادة هذي تاريخيا ما كنا ندرسها في المعهد لكن المعهد اول ما فتح كان يحاول يسوق نفسه للشركات فكان يزورها ويقول لها عن البرنامج حقنا وكذا فمن الشركات اللي رحنا لها كانت ارامكو وارامكو شافت المنهج حقنا وقالت ان مفروض المادة هذي تكون موجودة في المنهج طبعا ما ادرش اللي صار بعدين هل اللي يتخرج يتوظف ارامكو على طول او لازم امر بالبرنامج حقهم اللي اسمه الاتي سي علشان يروح بعدين في النهاية شافت اللي دارتنا حتى لو ارامكو مقتنعت فينا المادة هذي مفيدة لطلاقنا بشكل عام يعني عشان كذا صارت جزء من المنهج المادة هذي فيها شوي تعقيد فيها افكار جديدة ما اسميها صعبة لكن تحتاج التركيز فصعبة المادة اشوفها متوسطة ما هي سهلة ولا هي صعبة طيب قبل ما نبدأ في المادة نراجع بعض الشيال اللي خدنا في Digital Electronics خدته في البداية Numbering Systems اللي فيه الارقام Decimal والBinary Decimal اللي هم الصفر العشرة والBinary والBinary الصفر واحد هذي بعض الارقام واللي قابلها بالBinary واللي قابلها بالHexaDecimal HexaDecimal نظام اللي نسميه 16 اللي يعتمد على العدد 16 يمكن في Digital Electronics كنتوا تتعاملون بالBinary بس Binary و Decimal لكن الHexaDecimal مهم برضو في الالكترونيات بشكل عام فلازم نعرفه فنشوف هنا ان Decimal فيه صفر الى تسعة بعدين نستخدم خانة العشرات علشان نقول لنا عندنا العدد عشرة في البايناري نستخدم خانة العشرات بسرعة في الرقم الثنين لان البايناري فيه صفر واحد فاذا انتهت الارقام نروح للخانة الثانية اللي هي خانة العشرات او في الحالة هذه طبعا ما هتكون عشرات هتكون خانة الاثنينات او الاثنين في الHexaDecimal لدينا خمسطعش عدد في خانة الاحد فنبدأ من صفر الى تسعة بعدين ABCDEF الـ F قابلها خمسطعش اذا بتقول ان عندك ستعاش تسوي زي ما سوينا في الانظمة الثانية تستهدم خانة العشرات اللي هي هتكون خانة الستة عشرات في النظام هذا الHexaDecimal طبعا ليش اختراعنا نظام البايناري علشان نحول الاعداد الى كهر اذا حولنا العدد الى كهرباء نقدر نسوي بعدين عمليات حسابية باستخدام الآلة الحاسبة او نقدر ننخزن العدد هذا او نقدر نرسله من مكان الى مكان انا مثلا لما ابي احد درجة اخزنها في نظام المعهد وانت لما تريد تعرف الدرجة تروح لنظام المعهد وتاخذها من هناك فهذا عدد حولنا الى كهرباء علشان نقدر ننخزنه طيب عشان نحول العدد الى كهرباء نقدر ان نقول ان العدد واحد يقابل احد فولت واثنين يقابل اثنين فولت ثلاثة ثلاثة فولت وهكذا بعدين شفنا ان النظام هذا فيه شوية عيوب من ضمنها ان نحتاج الباور سبلاي علشان يعطينا الفولت المتغير هذا من واحد الى اثنين الى ثلاثة الى اخر والشيء الثاني نحتاج الاجهزة دقيقة علشان لما ارسل واحد فولت ما يوصل هناك اثنين فولت او نصف فولت مثلا فنسبة الخطأ لازم تكون جدا محدودة عشان كذا سوانا نظام الباينر قلنا فيه قيمتين صفر واحد والواحد هذه ممكن تكون خمسة فولت او عشرة فولت عالة نخليها خمسة فولت فاذا بغيت العدد صفر حترسل صفر فولت العدد واحد ترسل خمسة فولت العدد اثنين حتستخدم وايرين واير فيه صفر واير فيه خمسة فولت وهكذا كل ما تزيد الاسلاك معناها نقدر نزيد القيمة اللي نقدر نرسلها في هذه الاسلاك طيب انظمة الاعداد هذه كلها تأدي نفس الوظيفة يعني توصف كمية فاذا عندي الكمية اثناش ابي اضيفها الكمية اربعطاش زي ما انتم عارفين في ابتدائي نقدر نحط الاعداد فوق بعض زي كده نضيف الاحد مع الاحد والعشرات مع العشرات فيطلع العدد ستة في الاحد واثنين في العشرات طيب لما نضيف باينري نفس الشي يصير هذا هو العدد اثناش حولناه الى باينري وهذا العدد اربعطاش حولناه الى باينري فلما نضيفهم على بعض صفر زائد صفر تساوي صفر صفر زائد واحد 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 زائد واحد اثنين لكن في الباينري الاثنين هي صفر واحد فحطينا صفر واحد حطيناه باليد حطيناه هنا باليد واحد بعدين نضيف الواحد اللي فوق هذا زائد واحد زائد واحد يعطينا العدد ثلاثة والعدد ثلاثة بالبيناري هو واحد واحد فهذا هو الناتج هذا الناتج كله هذا الناتج لما تحوله إلى decimal حتلاحظ أنه 26 فالعداد سواء كانت بنظام هذا أو بنظام هذا تعطينا نفس الفكرة أو تأدي نفس الوظيفة نبي نوصف كمية أبي أقول أنه عندي 12 طالب أو 12 قلم مثلا فسواء حطيت الرمز هذا علشان أقول 12 أو الرمز هذا علشان أقول 12 الفكرة واحدة لكن النظام بس هو اللي يختلف طيب طالما سوينا نظام البيناري لازم نعرف نحول بينه وبين الديسيمل فحنشوف في البداية مثال كيف نحول العدد 40 إلى بيناري هذه برضو مفروض سويتوها في electronic circuits أول شي نحط مضاعفات لاثنين 2.0 2.1 2.2 أو طبعا قيمها اللي هي 1 2.4 8 16 32 بعدين من الأرقام هذه نكون العدد 40 فالعدد 40 هو 32 ويبقى ثمانية ثمانية هذه فنحط واحد تحت الأعداد اللي نستخدمها وأصفار تحت الأعداد لمن نستخدمه فهذا هو الناتج الأربعين بالنظام الديسيمل يتحول إلى العدد هذا بنظام البيناري طبعا العشرة هذه دلالة على أن هذا العدد ديسيمل والاثنين دلالة على أن هذا العدد بايناري لأنه لما أحط واحد صغر مثلا الواحد صغر هذه ممكن تكون اثنين لو كانت بالنظام بايناري وممكن تكون عشرة إذا كانت بنظام الديسيمل فاتفقنا أن نحدد النظام بالطريقة هذه نحط عشرة أو اثنين أو ستعاش إلى آخر طيب إذا حنسوي العكس لو عندي هذا العدد بايناري أبي أحوله إلى ديسيمل الطريقة ناخذ العدد ونحط فوقه مضاعفات الاثنين واحد اثنين اربعة ثمانية إلى آخر بعدين نضيف الأعداد اللي تحتها واحد فمية ثمانية عشرين زائد ثمانية زائد أربعة زائد واحد يطلع الناتج مية واحد واربعين مرة ثانية هذي سوتوها في إلكترونيك سيركتز فهذه بس للمراجعة طيب نظام الهكسا ديسيمل اللي عادة نستخدمونا في الليفل 2 لو بحول العدد عشرين إلى نظام هكسا ديسيمل في طريقتين الطريقة الأولى نحول العدد إلى بايناري فحطينا مضاعفات الاثنين وكوننا العدد عشرين اللي هو ستة عش زائد أربعة هذا العدد بنظام البايناري بعدين هناخذ العدد هذا الجديد ومنقسمه إلى مجموعات كل مجموعة فيها أربعة أرقام فحناخذ الأربعة أرقام الأولى جهة اليمين وهذه ستكون مجموعة وناخذ الواحد هذا ونضيف له الثلاث أصفار علشان يكون مجموعة من أربعة أرقام بعدين نحول كل مجموعة إلى عدد نظام الهكسا ديسيمل فهذا واحد صفر صفر هو العدد أربعة والواحد هو العدد واحد فواحد أربعة يوازي أو يساوي العدد العشرين في نظام الهكسا ديسيمل طريقة ثانية علشان نحول من ديسيمل إلى هكسا ديسيمل نقول أن العشرة أو الواحد صفر في نظام الهكسا ديسيمل معناها ستة عشر وحدة زي ما قلنا قبل الواحد صفر أو الواحد في خانة العشرات في نظام الهكسا ديسيمل يدل على العدد ستة عشر فالعشرين مكونة من ستة عشر وحدة زائد أربعة أو هذه الواحد هي ستة عشر وحدة والأربعة هي بقية العدد اللي يكون لعدد عشرين مثال ثاني حنحول العدد أو نبيل حول العدد هذا اللي هو ثري اي إلى ديسيمل مرة ثانية ثري اي الثلاثة هذه اللي في الخانة اليسار معناها أنه عندي ستة عشر ثلاث مرات والأي اللي هي الأي اللي هي عشرة يقابلها عشرة بنظام الديسيمل فثري سكستينز بلس اي أو ثلاث ستعشات زائد عشرة يطلع الناتج ثمانية وخمسين بالديسيمل أتمنى الموضوع واضح إذن نظام الباينري سويناه علشان نحول أعداد إلى فولتج أو إلى إشارة كهربائية لكن بعد فترة في ناس قالت لش ما نحول كل شيء إلى فولتج كل شيء يحتمل احتمالين إلى فولتج فمثال إذا كان الباب مفتوح نعطيه واحد أو نرمزل بالرقم واحد أو خمسة فولت وإذا كان الباب مسكر نرمزلها بصفر فولت إذا كانت الدنيا نهار واحد وليل صفر إذا كانت منطرة واحد غير منطرة صفر آخر شيء إذا كان عندك مفتاح مثلا بتروح تفتح باب ممكن نحط بت يرمزل هل عندك المفتاح أو لا إذا عندك واحد فيفتح الباب وإذا ما عندك صفر وما تقدر تفتح الباب طيب أخذنا برضو في Electronic Circuit حاجة اسمها Logic Gates والLogic Gates وظيفتها أنها تنفذ أوامر معينة إذا تحققت بعض الشروط فAND مثلا تعطينا واحد بشرط أن ال-A وال-B اللي هم مداخلها يكونون واحد واحد ال-OR تعطينا واحد إذا أي من المداخل كان واحد الجدول هذا غلط مفروض أنها صفر واحد 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 ال-NUT اللي يدخل فيها ينعكس ويطلع وهكذا هذه يعني يعني عارفينها فما يحتاج نقضي وقت كثير فيها كل Logic Gates في لها رمز ال-AND مثلا يرمز لها بـ A ضرب B أو A B على طول ال-OR يرمز لها بـ A plus B الزائد هذه معناها OR وال-NUT يرمز لها بالشرطة اللي فوق نسميها A bar أو A nut ال-X-OR رمزها زائد داخل دائر ال-NAND اللي هي عكس ال-AND عبارة عن-AND بين A و B وفوقهم ال-NUT NOR عكس ال-OR فواضحة وال-X-NOR عكس ال-X-OR هذه X-OR هذه بس عكسناها فوق هذه Logic Gates لازم تعرفونها بشكل ممتاز يعني لأن حنستخدمها كثير في معظم الدروس النظرية والعملية طبعا هذه الصفحة موجودة في الكتاب صفحة أربعة في الكتاب صفحة خمسة فيها مجموعة من الأسئلة ما رح أحلها بس بحط الحل بعد شوي أنصحكم تحلونها قبل ما تشوفون الحل وتتأكلون إذا كان صح أو لا طيب صفحة أسعبعة في الكتاب فيها تطبيق للي أخذناه إلى الآن للLogic Gates وتحويل الأشياء إلى Binary في الكتاب مكتوب لنحن تحكي تجربة ديجيلة التي تحكم بإمكانك الممتاز في المدينة فنعم دائرة تتحكم باللمبة أو الإنارة داخل الفصل الشروط لتجعل الضوء هذا يعمل إذا كان في أحد في الغرفة أو إذا كان الباب مفتوح The light should be off when there is nobody inside and the door is closed عشان نحل مسائل من هالنوع أول شيء نحول كل الأشياء اللي عندنا إلى Binary إلى صفر وواحد فالغرفة مثلاً احتمال لها تكون فاضية نرمز للشيء هذا بصفر واحتمال لها تكون مشغولة فنرمز للشيء هذا بواحد طبعاً في الواقع هنستخدم حساس والحساس يقول لنا إذا في أحد أو ما في أحد فالحساس في النهاية حيعطيك إشارة صفر أو واحد الباب إذا كان مفتوح نرمز للشيء هذا بواحد وإذا كان مسكر نرمز له بصفر طبعاً تقدر تعكس هذه تقدر تقول أبي يكون إذا مفتوح صفر وإذا مسكر واحد مو مشكلة الحل النهائي بيختلف لكن المنطق نفسه فما تأثر هذه على التطبيق كله آخر شيء لمبة الفصل إذا كانت مشغلة نرمز للشيء هذا بواحد وإذا كانت OFF نرمز لها بصفر خطوة ثانية نسوي جدول نسمي truth table بعدين نعبي نحط كل الاحتمالات اللي R و D يكونون فيها صفر وواحد ففي البداية اثنين هم صفر بعدين D واحد بعدين R واحد بعدين اثنين هم واحد R ترمز للغرفة إذا كانت فاضية ومليانة D ترمز للباب مفتوحة ومسكر في النهاية احنا نبي نتحكم بالL اللي هي اللمبة هل هي ON أو OFF طيب في البداية إذا كان الR صفر يعني إذا كانت الغرفة فاضية وإذا كان الباب مسكر لا تشغل اللمبة إذا أحد فتح الباب إذا الباب مفتوح اللمبة تشتغل إذا الباب مسكر لكن الغرفة مشغولة فيها أحد لا تطفي النور خليه واحد خليه شغال وآخر شي إذا كان الغرفة مشغولة والباب مفتوح حنخلي اللمبة برضو تشتغل الخطوة اللي بعد هذه نسوي معادلة توصف الحل اللي حطينا فهذه هي المعادلة اللي توصف الجدول اللي حطيناها طيب كيف طلعنا هذه المعادلة في البداية ناخذ كل واحدة من هذه الحالات اللي الOUTPUT تكون فيها واحد وناخذها بشكل معزول عن كل الاحتمالات الثانية يعني هنفرض أن الغرفة تعطينا واحد في حالة واحدة بس اللي هي إذا كان R0 وD1 كيف نسوي دائرة تعطينا واحد في الحالة هذه بس لما نراجع اللوجيكيتس اللي أخذناها قبل شوي نلاحظ أن الـ هي الدائرة اللي تعطينا واحد في حالة واحدة بس لكن الحالة هذه إذا كانت الـ R والـ D أو إذا كانت مداخل الـ END واحد فهنا عندنا الـ D واحد هذه ما فيها مشكلة لكن الـ R0 فلازم نعكسها علشان نجبرها إنها تدخل في END وتعطينا واحد هذه بالنسبة للسطر الأول أو الحالة الأولى الحالة الثانية نفس الشي الـ R1 والـ D0 هنحطهم في END لكن الـ D هنعكسها علشان نجبرها تصير واحد فكذا طلعنا الاحتمال أو الحالة اللي تعطينا واحد إذا كان بس الـ R1 والـ D0 والباقي ما لنشغل فيه يعني قاعدين نعزل كل حالة عن الثانية آخر شيء الـ R والـ D1 و 1 فمن في شيء يحتاج لعكس بعدين بعد ما طلعنا كل احتمالات هذه بشكل معزول عن بعض نجمعها باستخدام الـ R باستخدام الزائد فزائد هذا يقول إذا تحقق هذا الشرط اللي هو هذا العمود أو هذا الصف الجدول أو إذا تحقق هذا الشرط أو إذا تحقق هذا الشرط يعطينا في L1 أو حنشغل اللابة طبعا هذه الطريقة في الحل حننستخدمها بشكل كبير وحنناخذ عليها كوز 1 وحنسوي لها أكثر من مثال فإذا كان عندكم مشكلة فيها حتتوضح إن شاء الله مع الوقت بعدها الخطوة الأخيرة نرسم الدائرة اللي تمثل هذه المعادلة هذا هو الحل طبعا بداينا احنا بالطرف اللي في النص R-D-NOT في البداية عندنا هنا END في عندنا R-D-NOT فR تروح في END مع D-NOT هذه D-NOT مع كوسة أوكي هذا الطرف الثاني الطرف الأول NOT-R-D فحناخذ سلك من R ندخلها في NOT نعكسها ونحطها في END مع سلك من D آخر شيء RD ناخذ وائر من R وناخذ وائر من D ونحطهم في END وفي النهاية كل هذول بينهم OR فلي يطلع من الثلاث احتمالات هذه يروح في OR وهنا L هنا اللمبة فهذه هي الدائرة الكاملة اللي تشغل اللمبة إذا كان الباب مفتوح أو إذا كانت الغرفة مشغولة طيب صفحة 10 في الكتاب فيها مسألتين مكتوبة بعنوان Case 1 و Case 2 هذي جربوا تحلونها إذا أحد عنده سؤال يسألني طيب حنروح لموضوع ثاني في الكتاب اسمه Boolean Simplification أو تبسيط المعادلات تبسيط المعادلات أو تبسيط الدوائر له ميزات كثيرة منها أن توصيل الدائرة واكتشاف الأخطاء فيها يكون أسهل وشيء ثاني أرخص مثال الدائرة هذه اللي حليناها قبل شوي نقدر نختصرها في الدائرة هذه مجرد OR واحدة فتوصيل هذا أسهل بكثير من توصيل هذا والوظيفة واحدة يعني هذه الدائرة للعلمين تأدي نفس وظيفة الدائرة الكبيرة هذه على اليسار الشيء الثاني هذه أرخص هذه عبارة عن OR بس اللي هي 7,4,3,2 الباقي هتحتاج إلى OR وتحتاج إلى AND وتحتاج إلى NOT فتحتاج إلى الثلاث اللي نسميهم ICات أو ثلاثة ICs علشان توصل الدائرة هذه كلها هنا إذا الغرفة مشغولة تشتغل اللمبة وهنا إذا الباب مفتوح تشتغل برضو اللمبة طيب إذا عندنا مشكلة نبي نحلها مثل المشكلة القبل شوي تشغيل اللمبة كيف نبسط الحل لها في عندنا علاقات نسميها Boolean Identities العلاقات هذه تساعدنا في التبسيط ففي البداية في عندنا علاقات الAND A AND A يساوي A A AND 1 يساوي A A AND صفر يساوي صفر وهكذا هنا علاقات ال-OR هنا تحت علاقات تشبه العلاقات الرياضية شوي إذا عندنا A AND B OR C نقدر نكتب هذه علاقات A AND B OR A AND C العلاقة هذه غريبة شوي لكن نستخدمها كثير إذا عندنا A OR NOT A B هذه تساوي A OR B إذا عندنا قوسين مثل هذه نقدر برضو نعتبر هذه ضرب نضرب A في القوس الثاني بعدين OR أو زائد نضرب B في القوس الثاني آخر شيء المعادلتين هذي نسميها The Morgan's theorem تقول إن ذا عندنا نور بين A و B نقدر نكتب هذه أو نقدر نكتب هذه بطريقة ثانية A NOT AND B NOT وإذا عندنا NAND بين A و B نقدر نكتب أعلنها NOT A OR NOT B إذا العلاقات هذه غريبة عليك شوي تقدر تسوي لك دوائر وتجرب فيها مثلاً علاقات ال-AND إذا عندنا A AND A شمعنا A AND A ال-A هذه عبارة عن متغير أما يكون صغر أو واحد فإذا كانت الأي صغر معناها الصفرين حيدخلون في ال-AND وحيطلع صغر إذا الأي كانت واحد حيدخل واحد هنا واحد هنا واللي يطلع هو واحد فإذا كانت الأي صغر يطلع صغر وإذا كانت الأي واحد يطلع واحد فاللي يطلع يعتمد على قيمة A هذه العلاقة الأولى العلاقة الثانية A AND 1 مرة ثانية نحط AND فيها A و 1 إذا A صفر إذا حطينا 0 و 1 في AND تعطينا 0 وإذا حطينا 1 و 1 في AND تعطينا 1 إذن اللي يطلع يعتمد على A هذه العلاقة العلاقة اللي بعدها A AND 0 لما نحط A مع 0 إذا كانت A صفر يدخلون 0 صفر في AND ويطلع لنا صفر إذا A خليناها 1 1 و 0 يدخلون في AND ويطلع صفر ففي الحالتين سواء A كانت 0 أو 1 سيطلع لنا في AND 0 والعلاقة الأخيرة A AND NOT A إذا كانت A صفر NOT A ستكون 1 فما يطلع هنا 1 وإذا كانت A صفر خلاص الصفر يكفي أن الAND لا تعطي 1 ففي الحالتين الناتج سيكون 0 وممكن تطبقون هذه على كل المعادلات اللي قبل أو العلاقات اللي قبل في الكتاب صفحة 12 و 13 في أمثلة على تبسيط المعادلات الطويلة فانصحكم تشوفونها الأسبوع الجاي إن شاء الله بحاول أحتيكم أمثلة إضافية علشان تكون صورة أوضحة طيب بالنسبة للعملي اللي حنسويه في الأسبوع هذا الأسبوع الثاني الفكرة منها بسيطة نبي نثبت العلاقة اللي قلنا أنها قريبة شوي لكن نستخدمها كثير اللي هي العلاقة هذه A زائد NOT A AND B تساوي A OR B فـ A OR B هي هذه وهذه المعادلة تمثل هذه الدايرة فإذا حتثبت لنفسك أن العلاقات متساوية تقدر تجربها زي ما نسوي في العملية هذا أو تقدر تجربها في مخك زي ما سونا قبل شوي في علاقات الـ END طبعا توصيل الـ END والـ END والـ END وغيرها موجود كلها في آخر صفحة في الكتاب فآخر صفحة هذه دائما ترجعون لها عشان توصلون الدوار اللي حنسويها في المادة هذه ترجمة نانسي قنقر